أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة صدق الله العظيم السلام عليكم ونحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة تمانية وعشرين من برنامج ناقيتهم بعلم. رامونا عرب يخلص وقربنا نخلص معاه. اه واحنا النهاردة هنبتدي في صورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق. اه طبعا الاية دي اقرأ باسم ربك الذي خلق انا ممكن اعد اتكلم فيها تلاتين حلقة لوحدها. طبعا احنا كل مرة اقول لكم في اي انا اعد نتكلم فيها تلاتين حلقة لوحدها بس دي حقيقة. ويمكن اقرأ انا حابق اعمل عليها يعني حلقتين او تلاتة بعد رمضان ان شاء الله. لكن احنا هنروح بسرعة للاخر اخر اية اخر سورة العلق. من اول الاية رقم تلات عشر. رأيت الذي? رأيت ان كذب وتولى. لم يعلم بان الله يرى? كلا لان لم ينتهي لنسف عنا بالناصية. الاية رقم ستاشر بعد بتقولي ناصية كاذبة خاطئة. طبعا الاية دي مثال بنستخدمه لحاجة القرآن قالها قبل العلم اكتشفها بسنين كتير او. والناس بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى اختار الناصية. والناصية اللي هي الجزء من الدماغ هي ايه دي الناصية? بس ربنا هنا بيقصد بيها اللي في العقل. اللي هو الجزء اللي من العقل اللي ورا الحتة دي. اللي ورا العظمة دي. اللي هي مقدمة مقدمة الدماغ. حتة اللي في الاول خالص دي. طبعا كل الاشعة والتجارب والسكاتسكان والحاجات اللي احنا بنعملها كلها بتؤكد ان ده الجزء المسؤول عن الكذب. ان انت لو عايز تجدب فانت بتشغل حتة دي. لو عايز تقول الحقيقة في حتة تانية اللي بتشتغل. لان الاصل في البناء ده من هو يقول الحقيقة ما يجدبش. الناس لما تدارسوا ليه بنجدب? فقال انت ليه زمن تجدب لما انت تكون بتتعرض لمواقف انت خايف من النتيجة اللي انت هتقول. آآ عندك نوع منواع الاسترس. اللي لو قلت الحقيقة هتحصد عاقب. آآ آآ اعسى هرم مع اصحابك على القهوة مرتك بتقول لك انت فين لو قلت لنا مع اصحابي على القهوة هتعمل لك موال فبتقول لها انا انا في الشغل. فانت عشان تغير الحقيقة جسمك بيعمل شوية البيهيور. البيهيور دي بيتبان بقى. بتبان في صورة آآ نشاط زيادة في الجزء القداماني من المخ. وبتبان في صورة حاجات تانية خلص خطتها بقى لو انت بتكتب بقى في موضوع جامل. يعني بتكتب بتكتب في شهادة رسمية او بتكتب قدام محكمة. بيحصل شوية تغيرات في جسمك. لان ساعتها جسمك بيعتبر ان انت في حالة خطر. فيبتدي يحصل ضربات قلبك بتزيد. بتبتدي تعرق. بتبتدي عضلاتك تترعش. بتبتدي تبص في حتة معينة حتة غريبة. فيه بتعمل شوية حاجات بجسمك لو احنا الشخص المضرب بيقدر يعرف انت بتكتب ولا. عشان كده عملنا اجهزة كشف الكتب اللي بتحدد انت بتكتب ولا لأ بناء على التغيرات اللي بتحصل في جسمك. طبعا الناس اللي بتتدرب بقى يعني اللي هم بيشهدوا زوروا على طول بقى واخدين القصة كده والناس اللي بتعاملوا في مجال الجاسوسية بيبقى عندهم طرق اتدربوا بيها زي يخفوا المشاعر ديات. لكن الشخص الطبيعي صعب قوي انه يخفي المشاعر ديات. لكن بالتدريب بتقدر تخفي المشاعر ديات. عشان كده هما دلوقتي بيناقشوا ان احنا نستخدم رسم المخ فان احنا نحدد الشخص اللي بيكذب. بيناقشون ان هما يستخدموه في المحاكم كاجراء قانوني يعني يشوفوا اسناء شهادتك اني جزء من المخ بتاعك بيشتغل. لان لسه دا وقت انت صعب ان انت تتحكم فيه ان انت تتوقف جزء من المخ بتاعك وتشغل جزء تاني. وبالتالي فناصية كاذبة خاطئة. هو ده جزء المسؤول عن الكذب في دماغك. بس ابتراحة مش ده بقى اللي شديني في الاية ديت. وده اللي الناس كله بتقولوا في الاية دي تيجي في الاية دي يقولك المعجزة العلمية اللي في الاية دي ان الجزء اللي ربنا قال عليه من الف وربعمائة سنة هو المسؤول عن الكذب. احنا اكتشفنا دلوقتي ان هو المسؤول عن الكذب. لحد دلوقتي انا ما عنديش تعارض مع اي حاجة خالص انا موافق تماما. ده نوع من انواع الاعجاز. بس انا مش عايز يقولون ان هو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى الاعجاز عندنا احنا ان احنا اكتشفنا ده. لكن ربنا سبحانه وتعالى عارف طبعا عارف هو عارف اللي عامل وعارف الخلق فيعني ما قدرش ان دي يقول المعجزة من المعجزات ربنا سبحانه وتعالى. لكن المعجزة ان احنا اكتشفنا ده. بس انا بقى عندي حاجة تعانية بقى. لانا كنت بتشغلني في الاية دي لانا اسفعنة بالنصية يعني ايه? كلمة في تفسير كورتوبية كلمة ناسف عنه ان انا اضرابك عليها. اشدك منها. طبعا اشدك منها ازاي? بس في الخير يعني في الخير اللي بيقوله ان نأخذ بناصيته. انت بتاخد بمقدمة رأس الخيل. نسود وجهه. ناسف عنه بالناصية ان نسود وجهه. فلقيت الموضوع مش فيها ضرب وفيها مازلة. فحسنت ان الموضوع في حاجة تاني غير الكذب. فبتضيت ادور. لقيت ايه بقى? لقيت يا زملائي الاعزاء مفاجأة. مفاجأة ايه بقى? ان الموضوع بس مش موضوع كذب. الحتة اللي قدام في الدماغ دي مش موضوع كذب بس. لقى لقيت ان العلماء قسموا لتلات حتة او تلات مناطق تلات تخصصات. نوع بسمو يعني انت بتعمل اكشن او بتاخد تعمل حاجة نتيجة حاجة. فعلي قصات رد فعل. كلمة رد فعل. قصات فعل. قال لك ده المسؤول عن ده المسؤول عن ان انت تعيش او يعني ان انت تواجه الاختار. يعني مسلا يعني مسلا هتلاقي واحد مسلا جاي عليك بعصايا فانت هتعمل ايدك كده على طول. هتلاقي صوت انفجار فانت هتبص عليه. هتلاقي يعني انت بتاخد رد فعله وقالك ده يعني ده بتعمله بدون واعي. وبيبقى انت لو حد قال لك هتخد. لو حد رفع عليك عصايا ههوشك كده يعني هتغمض. فده قال لك ده ده بيبقى نتيجة رد فعل. وده تمام? قال لك في جزء تاني يعني ايه? يعني انت هتفكر شوان انت هتفهم الايه? قال لك يعني انت هتشوف اللي بيحصل وتعمل اخد اكشن ولا مخدش اكش. يعني واحد بقى ايه? بيجتمك او بيغزعك. فانت ايه? اضربه ولا انا صايم ولا اعمل ايه بالزبط يعني? فابتدي نفسك فرصة تاخد قرار. بس في الاول وفي الاخر هو يعني ايه يعني ما انا مش حاول افكر لحد ما اضربني العلقة. لأ ده حيجي علي وقت لازم ان ااخد ايه? ااخد اكشن. بس الاكشن بقى هو انا هضربه ولا موته? كده يعني. فلكن انا هاخد اكشن تجاه ده وتكلب جاي يجري ورايه. طب انا هعمل ايه? انا هجري هنا ولا هنا? بس انت في الاول في الاخر هتجري. طب انا ستطوبها واضربوا بيها ولا اعمل ايه? فقالك تبتدي نفسك فرصة ان انت تشوف انت هتعمل ايه? لكن هو يعني هتعمله بطريقة برضو غير ارادية قوي. وده ببقى عادة في الاول في الاخر ببقى عادة. وما كدبين كده. قالك جزء تاني. يعني ايه? لأ. لأ. لانا هفكر في الموضوع وهاخد قرار. هفكر في الموضوع وهاخد قرار. وقالك ده يبقى يعني ايه? انت بتبقى واعي اللي انت بتعمله. بتبقى واعي اللي انت بتعمله. انت هتاخد قرار تعمل ايه? وفي الغالب انت بتحلي بيه مشاكل وحاجات كتير اوي. لما جو مع الجزء الكرياتف. لأ ان تقريبا الجزء الكرياتف الجزء اللي هو الرفليكتف اللي هو مسؤول عن اتخاذ القرار. هو الجزء اللي قدام. الجزء من البرين اللي قدام اللي وورا العظمة دي. اللي هي الناصية. اللي هي برضو بتجدب ماشي? كدبين بقى عليها ايه بقى? دي اللي بتخديك عندك القدرة تاخد قرار سليم. تاخد قرار سليم. هي دي. القرار بتاعك بيطلع من هناو. طيب. وبتخليك تشوف المكسب طويل المدى ولا قصير المدى. هي الحتة دي. تمام? دي اخر حتة في البرين بيحصل لها بتنضج وده اللي بيفسر اللي هما في العشرينات في بداية العشرينات بتحركوا من غير ما ايه بيفكروا كده القليبي يعني يقول لك اه ده يا عمي ده دول لسه تينز دول لسه شبابي يعني ما بيحسبش ما بيحسبش نتائج اللي بيعملوا. عنده كده بتصرفوا خلاص. ايه دي خش الخنائي من غير ما يفكر. لان الحتة دي لسه ما حصل لاش. فالمسؤول عن اتخاذ القرار دي. فلما بص بقى ناصية كاذبة مش بس بتجد بقاطئة دي بتاخد قرار غلط. يعني هما طبعا بيقولوا ان الاية دي نزلت في حق ابو لهب. ابو لهب اللي فيه ناس بتقول انه هيخش الجنة اليومين دول. بيقولوا ان الاية دي نزلت في حق ابو لهب. ارأيتها بدايتها اه ارأيتها لازيانها عبدا ازا صلى. ارأيت ان كان على الهدى الاخر الايات. ارأيت ان كذب وتولى. برضو على ابو لهب. قلم يعلم بان الله يرى كلا لان لم ينتهي لنسف عنا بالناصية. ناصية كاذبة لانه هو بيجذب لانه عارف الحقيقة. وابو جهل واحد من الناس اللي كانوا عارفين حقيقة سيدنا محمد. واحد من الناس اللي كانوا يعني نقص يشهد له بالنبوة. بس هو الكبرياء. كبرياء. كبرياء. ركزوا في كلمة كبرياء دي هرجع لها حالا. وعشان هو عنده حاجة في دماغه غلط. فبتدى يجذب ويقوله على سيد محمد كلام غلط. فالمسؤولة عن الكذب دوت. وخاطئة لانه هو بيقول كلام غلط. فقول لتنين. فالعجاز هنا في الاية مش بس كاذبة انه خاطئة ده لتنين. او ان دي بس مش مسؤولة عن الكذب لا ده هما حتى في التفسير قال لك هو الخطأ هنا جين انه تيجي ده انا كذب. يعني فيه ان السبب او الحاجة ان هو كذب وبالتالي يجيب عاديها خطأ هنا لأ العلم بيقولك لأ ده الاتنين. ده الجزء ده مسؤول عن الكذب والجزء دوت هو المسؤول كمان عن الجود جوجب انت تاخد قرار فانت لو ده اخذ قرار غلط يبقى جزء ده في ايه مشكلة فانت اضرب على ايه بقى عشان تفوه? اضربك على وشك? اضربك بقى على وشك دي احنا ليه بندرب من ادم على لوشه عشان نهيينه. لان اكتشفوا انه جزء كبير من الكبرياء بتاع البناء ادم موجود في البرين في الحتة دي. لان اصفى عنا بالناصية انا اصفى عنا بقى فيها اجاز اكتر من ناصية كذبة خاطئة. لان اصفى عنا ده الجزء اللي احنا هنضربك عليه عشان تفوق من العظمة الكذبة اللي انت فيها دي. انا مش هضربك على افاك. لأ انت لو بتضرب واحدة على افاك في انا انا رأي اخيانة. لانا وجيت من ظهره وضربته على افاك. فما الشخص ما بقاش يعني عمل حاجة غلط. اللي هو يعني انت كده فتك او يعني. لكن لو انت عايز بقى شخص عنده كبرياء زيادة عن اللزوم زي ابو جاهل كده. وعايز بقى تهينه تضربه على وشه. تتضربه على الحتة ديت. فيه اعجاز فلان اصفى عنا بالناصية اكتر من اعجاز بتاع ناصية كذبة تون خاطئة. ان انت جزء كبير من او من بتاع تبني ادم اللي هي علاقة بالكبرياء بتيجي من الحتة دي. وبالتالي انت بتهينه عليها. فاصبح فيه اعجاز فلان اصفى عنا بالناصية. اللي هي بقى ايه ناصية كذبة. اللي كدبت لان هي مسؤولة عن الكدب. وخاطئة لان هي المسؤولة عن الجود جوجمت. الايتين دول مع بعض يمكن يكون العلم قعد مئات ويمكن يعني يعني سنين 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 عشان نقدر نكتشف العلم اللي ورا الايات ديت. اه طبعا انا مش عايز بقى اغلط الغلطة اللي غير يغلطها كتير قوي. نقول بقى ان كده ده ازبات لصحة القرآن الكريم. لا يا حلو القرآن الكريم صحيح صحيح صحيح. كل حاجة مكتوبة فيه صح. لو العلم توافق معها هيبقى العلم توافق مع ايات الله سبحانه وتعالى. لو العلم قال حاجة عكسها هروحوا شوفوا العلم وصلحوا. ده رأيي انا في اللي انا بعمله دولوقتي. لكن ما اخدش بقى الكلام ده قل شوفتوا بقى العلم قال ايه? بقى على فكرة احنا عملنا الدراسات واثبتنا ان الكلام ده كله غلط. وبالتالي انت الكريم بتاعكم بغلط. احنا ما بنغلطش الغلطة داية. احنا بنقول ان العلم بتاعنا ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا هو كتابه صحيح وعارفه وبيقول ايه? وان العلم توافق تماما وفسر تماما هنا العلم فسر تماما الاية دي بطريقة ايه ممكن احنا ما نكونش فهمنا. الاجاز مش بس في ناصية كذبة خاطئة. الاجاز في الانس في عنا بالنصية. شكرا لحضراتكم كرسانتو طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة